استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية أمس معالي شيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين السابق لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود عن خالص تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها معالي شيخ حمود بن عبدالله في اختوطيد أواصر العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والدور البارز الذي قام به في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات وإنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية لمعالي شيخ حمود بن عبدالله آل خليفة نظير ما قام به من جهود ملموسة في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين أثناء فترة عمله سفيرا لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية متمنيا له التوفيق في حياته العملية المستقبلية من جانبه عرب معالي شيخ حمود بن عبدالله آل خليفة عن عميق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتطلعها الدائمة نحو تعزيزها في شتى المجالات بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة